اكسداد بالمؤسسات السجنية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة تفضل السيدة النائبة شكراً سيد الرئيس، سيد الوزير تعاني السجون المغربية من عدة مشاكل لعل أهمها هو الاكسداد وتزايد التقارير والدراسات التي تحذر من تداعيته الخطيرة على المعتقلين وعلى وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام أين وصلتم في معالجة هذه الظاهرة؟ سيد الرئيس، سيد الرئيس أولاً أشكر على طرح هذا السؤال فعلاً إحدى الإشكاليات التي تواجهناها هي القضية الاكتضاد السجون هناك مجهود بودل في هذه السنوات الأخيرة عبر المجهود ديال المندبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أولاً بناء مؤسسات سجنية جديدة 17 سجن جديد منذ 2014 ثانيا العمل على تجاوز وإغلاق المؤسسات المتهالكة 15 مؤسسة سجنية أغلقت ثم العمل على الإصلاح والترميم 14 مؤسسة سجنية أخرى بالإضافة لذلك تم العمل على مستوى توسيع عدد من المؤسسات السجنية وهذا مكن من رفع من مساحة الإيواء المخصصة من 1.41 متر في 2008 إلى 1.89 أواخر ديجمبر ومكن أيضا من تخفيض الاكتضاد من 45% في 2012 إلى 35% غشت 2018 سيد الوزير صراحة هناك مجهودات مبلولة كما ذكرتم ولكن كما ذكرتم 17 مؤسسة إلى غاية 2018 مقابل إغلاق 12 مؤسسة يعني بعملية حسابية تمت إضافة مؤسستين فقط هل في نظركم هذا كافي لإحتواء اكتضاد السجناء فضل على أن 1.89 متر كمساحة لإيواء كل سجن غير كافية وغير ضابطة للمعايير الدولية التي تلزم على الأقل 3 أمتار لكل سجن سيد الوزير ذكرتم أن نسبة الاكتضاد هي 45% انتقلت من 45% إلى 40% إلى 35% رغم أن المعلومات التي لديها هي 40% سيد الوزير أرى ترون أن هذا المشكل بأساسه هو الاعتقال الاحتياطي هذا الاعتقال الاحتياطي الذي يشكله أزمة ويشكله هو مشكل هيكلي ولهذا يشكله مشكل هيكلي سيد الوزير ألم يحل الآن الحال لإخراج مسوتة مشروع قانون 23-98 المرتبط بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية فالمغرب لا زال بعيداً عن المعدد الدولي لتوزيع سجناء المتمثل في حارس واحد شكراً سيد النائبة المحترمة هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن نشكر السيد الوزير المحترم على حسن مساهمتي عشرين؟ ثانية تفضلوا حاسب ما كان مناش عشرين ثمنتاش سبعتاش أولاً تفق ترشيد الاعتقال الاحتياطي ويزارة العدل كتشتغل على هذا الأمر من أجل اعتماد نظام للعقوبات البديلة وتقلص أيضاً اعتماد نظام للعقوبات البديلة ثم ثانياً تحسين ظروف الإيواء لأن هذا من الإجراءات الأساسية ترجمة نانسي قنقر